موسيقى 14هر دي لحبس دي هو الساعة العبدة للأوصول وليت أنا مع أمو الغادية أمو جيبا لي صاك دي لحويج للباب دي للسجن دي لعائل برشاق قلت إياك أوليدي حويجي كسر قلب على الكرم قاعدك سي كله ولو كي حاربون الدار كتقولي أمو إلا جيت أنا لغن تشارع معاك بأن أمو قلال الصحة سولت مغلوبة على أمرها وليت كتقولي أنا ما مرتاحاش كولي تعيش معي أنا وكالواليد لا يرحموني هو ما ناسينيش كان من الشهر الشهر وخا كان بجريح لي ما كانش ناكرني أبوارا ماتوا ودفنوها وأشياء وعباد الله بجيت النهار الثالث كنت نعيش الإحساس بأنني يتيم ووالدي يحيين يعني مني مات بوع ما لقيشي فرق كبير هذا أخوك من دمك و لحمك سوف يدخل لك لحمك أه لو قلت لي مهم وحد النهار كان نتطور بناتنا نيزات وقلنا مداربين مداربين وصلت القضية إلى البوليس من وصلت إلى البوليس وقلنا 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 أين سوف نرى الفرزيات ؟ ووالدي بلس كان من الضوء في محلابة قلت لي وقلت لي لا أسمع الأطباب قلت لي لقد قلت لي وقلت لي قلتني طباب اللي هو أخوك؟ نعم كان هناك درير يعني هناك تبدل حياة أو لا أخي قلقني في الحبس 14 14 يوم الحبس وقت الساعة العرض للأوصول والتي كانت هنا مع أمو يفقها والتي كانت أمو يمتهمني وخرجوا أخي وقت الساعة 14 يوم الحبس ومع سنة 14 أمو يجب علي الساعة الحويج والباب السجن على المرج قلت إياك أولدي حويج سأقلم على الكرف أنا سأذهب معك نقلم على الكرف إلا خارج من الحبس سأقلم على الكرف أنا هنا سأذهب معك لا خارج من القرية والدوس يتوسخ وقت الساعة تقعد لغن بمعنى الكلمة كيف أن الإنسان كان عايشه وصل الكتوبة وكتابه يبعها موتور وكيقرز بوين وكيقرز بوين وكيقرز بوين وكيقرز بوين وكيقرز بوين وكيقرز بوين الله ما لك الحب لا تعطي شيئا خيبة تعطيت المرصة ومشيت عن الكتاب وكان السبب لي لذلك يولد الناس قالوا يسير عبد غنى للمرصة رغى تعيش بخير وعلى خير جئت المرصة لكن السنين ما لكيقرز بطهاد ومعنى المرصة ويقوم بوين وكيقرز بوين قد يستطيع أن ندخل الدومين البحار ونختار الصواة ونتعلن الصنعات ونعطي للناس الغراق ونخطي الحمد لله الحمد لله تسهل عليك الله الحمد لله عشان تقرأوا شيئاً وخيراً لكم ولي تقرأوا بالدراعي مهم الحمد لله بعد أيام كنتزوينة بعد أوقات وكالواليد الله يرحموك ومناسينيش كام الشهر الشهر وخاكي مجرأي لي مكانش ناكرني كام الشهر الشهر كي تريد إيصابتي تريد الفلوس كيعوني بيع الكرأ على ذكر الأب ديالك نهار توفى الواليد أعطيه لي أعطيه لي أعطيه لي أعطيه لي أصلاً أتساكن في جديد أعطيه من الدار أعطيه من الدار لن نعيش وشبكي هذا النقص النفساني ومعاناة النفسية كنت أعطيه عائلة ومدارنا 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 هجب ونصنع ومدارنا أخطيه لي أصلاً أعطيه أخطيه لي أخطيه لي ما هي النهار التي المتتزلية حيث صاحبت أذيك بأنهم يشعر بشياء وأكثر ما يشعر بشياء ووووحوووووه وخطأت النهار الثالث نهار الثالث متأكد من الضيف ويمكنوا قلعي جدا من العلمين ويكونوا ليعرفون لي كيف قلعي الحلقة الأخيرة والناس قد رقمنا عني أكثر لكن أنا أعرف على رأسي كيف كان الإحساس ديالك في الجيتي لقيت يوم ندفنه بباقر ثلاثة واشا نقول لك دكش ممكنش يتوصق أنت ضايع في ابوك اللي أصلا انت ضايع في هذي عشرين عام أنا كيف مسبق وقلت لك أنا كان نعيش الإحساس اللي بأنني يتم ووالدي يحيين يعني من ما تبع ما لقيتش فرق كبير الفرق اللي كان ما لقيتش ريح مع القيوة وقلت لقيتش فرق كان نعيش عليه يقول لي وانتلقوا في القيوة الفلان فلانية وانتلقوا في البرنس وانتلقوا في المعارض الكتاب الفلان فلاني جيت باقي مصدوم باقي ما بكيتش على الباق داينا ننسي بي نشوف القبر دياله فرودة تمينا جايين قال لي ننسي بي راجل غتي الصغيرة قال لي اشغن دير دابق قلت لي كيف اشغن دير قال لي واش بغيت بيع اشغن بيع قال لي يا حقك في الدار وقلت لي على الباق اخلادك شي كما هو ما كتب الحد وانت لقيتش عاجه قال لي الله رباك ما كاتب تيش حاجه واخلادك شي كما هو وقت لي لقد عنده شي حق في الباق وكانت الحقيقي في الدار سأجدنا فيها ونفرج لأنني كرابيت معجيران في النهار الثالث عيطوا عليك لكي يحضروا معك على الورث لم يكن ترى تشوفه لا، قالوا لي من النهار لأول ما أعزى ولمواله لم أجد من الروضة لأنها رجل اختفض الطنوبيل قال لي يوجد أن تبيعك ودعوا لي لكي لدي شيء حق وعرفت أني لدي حق لا أعلم لا أعلم هذا ما أعلم لأنه لم يحصلوا لأوراق لم يكن يحتاجوني للتسحاج لم يكن يحتاجوني لعدة موته والوراثه أنا أريد أن أرى كيف محضروني للتسحاج وطلعوا أوراقهم يعني كانت تسحاجة تماما وعندما قلت أن أعرف مراج الاختماع لا أريد أن نبيع لا أريد أن نشري أعطت لي أمو في العسياء قال لي أزيد تعشاء معنا ومع أخوتك أزيد قيتهم كامل مجموعين ريحت أحد الوليدة لي ويتم يحصلون على أوراقهم لا أريد أن أكلهم وقالت لأنهم من أجل أعطت لي كامل أردان كامل وعندما أريد أن أطلقهم من أجل أمو في العسياء لا أعطت لي أمو في العسياء لم يكن أسعى أولادهم ولكن أجل أسعى موجود والدار واسع أمو في عسياء كامل مكبردات أكبر؟ مالا أصبحت لأمو لم أصبح أمو أمو ومع أمو أصبح مغلوبا على أمرها هذا أول واقع جديد لأن أمي قدر الصحة سولت مغلوبة على أمرها أمي قد قلت لي أن أمرتها لكي تتعيش معي هنا نقذت أختي قلت لي أمي قلت لكي نخرج بحالة واحدة قلت لي أن أبو كتب شي واحد فيهم شي 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 وريني لحجة ديرو دا من جمعه ويجي نخرج بحالة اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة